قالت القائمة بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يويس ميسويا إن المنظمات الدولية قلصت أنشطتها في اليمن رداً على حملة قمع شنها الحوثيون على الموظفين العاملين في الأمم المتحدة وفي إحاطة لها أمام مجلس الأمن أضافت أن الأمم المتحدة ترفض بشدة الادعاءات التي أطلقها الحوثيون ضد العاملين في المجال الإنساني وصفة إياها بالكاذبة وأكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة اتخذت خطوات للحد من تعرض الموظفين للخطر في مناطق سيطرة الحوثيين